بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة معظم الشباب اليوم يجهلون أهم الأدعية على الإطلاق وهي أدعية الأنبياء دعاء الأنبياء كثير من الناس يقول لك أنا أدعو ولا يستجاب لي طيب هل تعلمت فن الدعاء؟ هل تعلمت كيف تدعو الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الكلمات التي تدعو بها الله عز وجل؟ أفضل الدعاء أيها الأحبة هو ما ورد على لسان الأنبياء سيدنا يوسف عليه السلام نجاه الله من الجب البئر ونجاه من امرأة العزيز والفتنة التي تعرض لها ولم يرتكب الفاحشة ولم ينحرف ضبط أعصابه عندما دعته امرأة ذات منصب وجمال فلم يستجب لها خرج من السجن أيضا نجاه الله من السجن وكافأه بأن جعله ملكا لأعظم دولة في ذلك الوقت مصر طب الآن تخيلوا معي هذا النبي الكريم وهو على عرش الملك هل ظلم الناس؟ هل سرق الأموال؟ هل تكبر؟ ماذا فعل؟ انظروا إلى هذا الدعاء الذي ختم به حياته وأنا أتمنى أن نتعلم هذه الآية بل ونحفظها كما نحفظ أسماءنا أيها الأحبة سيدنا يوسف ماذا قال وهو في قمة القوة والسيطرة والملك والمال وهو على العرش؟ رب قد آتيتني من الملك لم يقل آتيتني الملك لأن الملك كله لله سبحانه وتعالى أي بعض الملك رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث طبعا تأويل الأحاديث أيها الأحبة يعني أن تتنبأ بالغيب مثل تفسير الأحلام أن تتنبأ بشيء سيحدث مستقبلا وهو من أعلى أنواع العلوم أن تتنبأ وتستطيع أن تفسر هذه الأحلام هذا علم عالي جدا أيها الأحبة رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنظروا وهو على عرش الملك هو يتذكر ضعفه ويتذكر قوة الله يتذكر أن الله هو الذي خلق فاطر أي خالق خلقها أول مرة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة لم ينغر بمنصبه بل تواضع لله أنت ولي في الدنيا والآخرة وهنا الشاهد أيها الأحبة انظروا كيف وهو في قمة القوة وقمة الملك والمال والسيطرة والسلطة فكر بالموت سبحان الله هكذا الأنبياء جميعا على فكرة توفني مسلما توفني مسلما يعني تصوروا الآن إنسان غني جدا لديه سلطة لديه قوة لديه أموال لديه شهر ممكن وهو يفكر كيف سيلقى الله كم هذا الأمر عظيم أيها الأحبة كم هذا الإنسان سيكرمه الله أن كل وسائل الدنيا ومغريات الدنيا لم تشغله عن الله توفني مسلما وألحقني بالصالحين لذلك أحبتي في الله والله هذا دعاء يعني كنز من كنوز القرآن يعني ليست آية عادية طبعا القرآن كله عظيم ولكن هناك آيات سبحان الله يجب أن نحفظها يجب أن ندعو الله بها ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث هنا ذكر لنعمة الله أنت أيها الإنسان هل تتذكر نعمة الصحة نعمة المال نعمة الأمان الأمن الذي تعيشه نعمة العلم الذي أعطاك الله إياه نعمة الطعام الذي تأكله والبصر الذي هذه الأعين التي تنظرون بها هل تتذكر نعمة الله عز وجل نعمة البصر والسمع وغير ذلك من النعم التي لا تحصن إذن أول شيء سيدنا يوسف ذكر نعمة الله اعترف بنعمة الله أن نعترف بنعمة الله هذا رقم واحد ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رقم اثنين أن تعترف بقدرة الله فاطر السماوات والأرض اعترفت بنعمته عليك ثم بقدرته في الكون فطر الشيء أي بدأ خلقهم فاطر السماوات والأرض ثم تعترف أنك تابع لله لست تابع لفلان أو فلان أو فلان أنت ولي في الدنيا والآخرة والولي هنا أيها الأحبة هو القدوة لها معاني كثيرة جدا يعني الولي الذي تتوكل عليه تعتمد عليه تلجأ إليه تعمل تحت أمره أنت ولي ما أجمل أن يكون وليك هو الله سبحانه وتعالى أنت ولي في الدنيا والآخرة انظروا هذا ثالثا رابعا ذكر الموت وأيقن أن هذه الحياة تافهة لا قيمة لها كل هذا الملك سيفنى كل هذه الأموال ستبلى أنت ولي في الدنيا والآخرة ماذا؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين سبحان الله آية بالفعل تجمع كل شيء لذلك أحبتي سأختم بهذه الآية رجاء احفظوها وادعوا الله بها كل يوم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته